نضم إلينا من بيروت يوسف دياب الباحثة السياسي ورحب بك معنا سيد دياب كيف تقرأ لقاء الأمين العام لحزب الله بكل من الأمين العام لحركة الجهد الإسلامي زيد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري مساء الخير يعني إذا ما قصنا هذا اللقاء اليوم على تطورات الأحداث أعتقد أنه أتى متأخرا جدا لكن هو يعني لقاء طبيعي بين أفصائل تعتبر نفسها منضوية تحت عنوان محور المقاومة ولديها غرفة عملية مشتركة لا شك أن هذا اللقاء يحمل دلالات كبيرة خصوصا أنه أتى بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة بتقدير هذا اللقاء يعني تخطى المجاملات ولقاء الحلفاء إلى ما بحث سواء في الهمس أو عبر وسائل الإعلام عن تأخر حزب الله في مساندة حركة حماس في الحرب التي تشنها إسرائيل عليه في قطاع غزة وعلى الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة لا شك أن اللقاء انطوى على مصارحات كبيرة الأمين العام لحزب الله هو أعطى مبرراته لتردد حزب الله في الدخول مباشرة في العملية خصوصا إذا ما استعرضنا بداية عملية الطوفان كان هناك نداء من محمد الضيف لحلفائه أن يفتحوا كل الجبهات على إسرائيل وذلك صبيحة يوم السبت في السابع من أكتوبر أيضا جاء كلام لاحق لخالد مشعل وجه لوما كبيرا لحلفائه ولحزب الله بتأخرهم في مساندة حركة حماس في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أعتقد اليوم أن نصر الله قال ما لديه في هذه المسألة وبرر أن بقاءه اليوم في عمليات محدودة في جنوب لبنان لإشغال إسرائيل وهو أفضل تكتيك ممكن أن يعتمد اليوم من الدخول في حرب شاملة ربما تريدها إسرائيل وربما تريد إسرائيل أن تجرى حزب الله إليها وهي بذلك ربما تنجح في إدخال الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على هذه الحرب الدائرة اليوم في قطاع غزة لذلك أنا أعتقد اليوم أن هذا اللقاء احتوى على مصارحات ومعاتبات وتوضيحات لكل الفريقين تزايد العمليات على الحدود الجنوبية للبنان في الـ 24 ساعة الأخيرة وهذا اللقاء رغم تصريح إسرائيل متكرر أنها لا تريد جبهة مع الشمال ولا تريد حربا مع التهديد أيضا بأن 2006 قد يكون مقارنة بما سيحدث ربما نزهة كيف تقرأه في ظل هذا التنسيق الأخير واضح اليوم أن حزب الله يقول عبر قياداته صحيح أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يخرج إلى الإعلام ولم يلقي أي خطاب لكن بمراقبة تصريحات قادة حزب الله هو يقول أنه اليوم في قلب المعركة وهو جزء من الحرب التي يعني يخوضها ضد إسرائيل وجزء من مساندة فلسطين اليوم في هذه المعركة حزب الله اليوم يدرك تماما أن فتح جبهة واسعة مع إسرائيل هذا سيجر لبنان إلى حرب كبيرة معه هو يتقن تماما فن الحرب حزب الله لا شك أنه لديه خبرة في هذا الموضوع رغم العتب الذي يوجه إليه لكن أنا بتقديري اليوم هذا التمني أو ربما هذه المونى التي تأتي من إيران سواء لحزب الله أو لباقي حلفائها في سوريا وفي العراق والحوثيين في اليمن ما ردها إلى أن إيران أيضا لا تريد أن تتورط خصوصا اليوم وأن الولايات المتحدة الأمريكية بأساطيلها باتت موجودة في البحر المتوسط وهي وجهت تحذيرات مباشرة سواء من الرئيس الأمريكي أو من الرئيس الفرنسي أو من كل الذين ساندوا إسرائيل في هذه الحرب بأن أي تدخل لأي طرف سيقود إلى حرب إقليمية حزب الله وإيران يدركان تماما حساسية هذه المسألة لكن هناك اعتبار آخر بأن محور المقاومة وحزب الله يترقب بدقة ما إذا كانت إسرائيل بالفعل ستقدم على اجتياح بري لقطاع غزة عندها ستتغير المعادلة عندها لا يبقى الأمر في إطار العمليات المحدودة المضبوطة على إقاع معين في جنوب لبنان عندها قد تتوسع الحرب لأن حزب الله مدرك تماما بأن كسر حماس في غزة مسألة غير مسموحة هو كسر ليس لحماس فقط هو كسر له ولإيران طبعا كونهم في حلف واحد ويدرك حزب الله تماما بأنه فيما لو نجحت إسرائيل بقسم ظهر حماس وضرب حماس ضربة قوية الأمر سيرتد عليه وسيكون الهدف الثاني هو حزب الله خصوصا وأن إيران تقول اليوم عفوا وأن إسرائيل تقول اليوم بشكل واضح بأن هذه الحرب هي الحرب الأخيرة بالنسبة إليها ولا أعتقد الأمر أنه يتوقف على حماس إذا لا سمح الله نجحت في السيطرة على قطاع غزة واشتيح قطاع غزة لذلك أنا أعتقد اليوم أن الكل يدرك حساسية المرحلة وحراجة الوضع وهو يدرس خطواته بتأني الكل اليوم في قلب المعركة وإن لم تكن الجبهات مفتوحة على نطاق واضح